انتصار جديد يسجل للأسراء وحرية ليست بشكلها المعهود أتت حين رزقت زوجة الأسير طه الشخشير بتوأم من الأبناء ياسين ويوسف لينضم إلى ما بات يعرف بسفراء الحرية بعد نجاح والدهما بتهريب نطفة من داخل سجون الاحتلال طبعا بعد خمس سنين هلأ أرد أعادوا اعتقالهم إلى خمس سنين حاليا فمن سنتين تقريبا بلشنا يعني تنمر الفكرة أنه لازم أنه نجيب أطفال تانين فيعني طبعا الخطوة مش سهلة بس هي انتصار للأسير وأهله ويعني طريقة معينة الحمد لله ربنا أكرمنا وأخرجنا النطفة وزرعنا وهيك وبعد يعني إلنا تقريبا عدنا سنتين نحاول لزراعة النطفة يعني مش بسهولة وحاليا يعني الحمد لله ربنا رزعنا بالتوأم ياسين يوسف ونسأل الله أنه ربنا يكرمنا بفرج قريب لوالدهم الأسير الشخشير اعتقل عام الفين وتسعمائة وثلاثة وتسعين وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد وأفرج عنه في صفقة شاليت عام الفين وأحد عشر وتزوج الشخشير بعد الإفراج عنه ورزق بابنتين أحرار وأبرار وأبصرت إحدهما النور بعد إعادة اعتقاله عام الفين واربعة عشر مع إعادة الحكم المؤبد له الحمد لله ربنا لا شك أنه آدي فرحة بفضل الله عز وجل لربنا من علينا بهؤلاء الأحفاد هؤلاء الزهرات نسأل الله أن يكونوا قرة عين لوالديهم ونسأل الله الفرج إليهم ولجميع الأسهر ولأبوهم إن شاء الله بولادة ياسين ويوسف الشخشير يصل عدد السفراء الحرية إلى 82 طفلا مما انخاض أهلهم تجربة تهريب النطف التي تعتبر أملا للأسرى وخاصة القدامى منهم وأصحاب الأحكام الطويلة في ظل أعمار تتلاشى داخل السجون لفضائية النجاح ديانا زكرية